تعالوا نشوف ملخصا أيضا للي حصل خلال الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بقضية آية حجازي الناشطة آية حجازي تلك الفتاة التي تم إلقاء القبض عليها في مايو عام 2014 ضمن قائمة المحبوسين على ذمة المحاكمة لنحو ثلاث سنوات بتهمة تكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم نالت قضية حجازي اهتماما واسعا من الجانب الأمريكي على اعتبار أن المتهمة تحمل الجنسية الأمريكية فلقد طالبت الإدارة الأمريكية السابقة السلطات المصرية بالإفراج عن آية حجازي وصدر بيان عن البيت الأبيض في سبتمبر عام 2016 طلب بإسقاط جميع التهم المنسوب إليها وإطلاق صراحها لكن وزارة الخارجية المصرية استنكرت حينها إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية وفي يوم الأحد الماضي قضت المحكمة ببراءة ثمانية متهمين من بينهم آية حجازي في قضية جمعية بلادي من تهم الإتقار في البشر واختطاف أطفال وهدك أعراضهم واستغلالهم جنسيا وإكبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي وأكد محاميها أنها كانت تقوم بعمل خيري بحت من خلال العمل في جمعية بلادي لرعاية أطفال الشوارع وفور الإفراج عنها عادت الناشطة المصرية آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية إلى الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي ونقلت على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى مطار قاعدة أندروزا الجوية العسكرية بضواحي واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقها دينا باول مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة ونائبة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة وأستقبل دونالد ترامب آية حجازي في مكتبه بالبيت الأبيض قائلا في مستهل لقائه أود أن أرحب بآية حجازي في وطنها موضحا في تغريدة كتبها على تويتر عن سعادته بعودتها ومن جهة أخرى أعرب مغريدون عن سعادتهم ببراءة حجازي فيما استنكر الآخرون سرعة مقابلتها للرئيس الأمريكي فور وصولها تفاكرين لما أثرنا قضية الإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية الجماعيات الأجنبية إبان حكم المجلس العسكري اللي نشوفها في المشاهد على الشاشة لما تم نقلهم أيضا على متن طائرة عسكرية وأثرنا وقتها قلنا أنه ما تحلوش المشاكل السياسية يا جماعة على جسط القضاء المصري وقتها يعني صارت ضجة لأنه المجلس العسكري قال أنه فيه أزمة كبيرة جدا بين المصر والولايات المتحدة الأمريكية والبلد يعني ما تتحملش وكان لابد من حل القضية بهذا السيناريك ما فيش مشكلة حل أي قضية بس بلاش القضاء المصري بلاش نعطي الفرصة لأي حد أنه يغمز ويهمز حول القضاء المصري وبالتالي هنا أثق في أن القيادة السياسية المصرية حيكون لها تعليق على محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إخراج الأمر بهذه الصورة طائرة عسكرية تاخد أي حجازي على طول تذهب إلى البيت الأبيض وعلى متن الطائرة العسكرية كان فيه مسؤولة في البيت الأبيض يعني البيت الأبيض باعت هذه الطائرة العسكرية الأمريكية مع أنها كان ممكن تسافر على أي رحلة لكن هنا الصورة أنه هذه مهمة عسكرية ومهمة سياسية والبيت الأبيض نجح في هذه المهمة وهنا مش القضاء المصري اللي أفرج عن أي حجاز لأي البيت الأبيض وده الغمز واللمز بهذا الشكل يقتضي توضيحاً ويقتضي أيضاً استنكاراً لما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أننا أيام أوباما كنا بنستنكر كتير يعني أنا فاكر السفير أحمد أبوزيل المتحدث باسم الخارجية كان استنكر إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون وقال أنه تدخل الإدارة الأمريكية ليس مقبولاً في بيان شهير كانت الخارجية المصرية دائماً بتعلق على محاولة أوباما إثارة هذه القضية مطلوب كمان إن إحنا نوضح ده طيب هنا بقى فيه لما يبقى عندي فيه إحنا بنسير دايماً قضايا الجمعيات المعنية بأطفال المجتمع ما إحنا عادي نسير هذه القضايا وبسببها في ناس تانية زي أي حجازي بيحكموا الآن بتهم فساد وانحرفات جنسية داخل الجمعيات التي أنشأوها ما هو زي يوم زي أي حجازي يعني وآي حجازي زي ما قلنا لكم العشرين طفلاً اللي كانوا معاها في حوزتها لا فيه تصريح ولا فيه أي حاجة طب حتسير إنت هذه القضايا كانش فيه تصريح للجمعية وهي بتجمع الأطفال في ميدان التحرير والمسؤول الأمني قال يعني أنها بتجمع الأطفال تحديداً في محيط ميدان التحرير وبتستخدمهم في القاء الطوب على الشرطة يعني